كان المساء يقترب بينما هو ورفاقه يتحصنون داخل منزل قديم ما زالت جدرانه شامخة رغم القصف الوحشي نسمات رقيقة قادمة من بعد فترات من الألم نحن الآن أمام مشهد جديد ومفاجئ في لحظة ما يمكن للمرء أن يتحسس الحدث قبل وقوعه وهكذا كان يحيى السنوار تحسس سلاحه الكلاشنكوف نظرات الرفاق وكلماتهم الهامسة تحاول التصدي وشحذ الهمم لحظات مرت على يحيى السنوار وكأنها سنوات شريط ذكريات يعبر في رأسه وكأنها مشاهد لدراما لم يتوقع نهاية فصولها ولم يكتب كل مشاهدها ولم يختر نهاياتها كان هو ذلك الصبي الذي ولد في وطن أسير وكان هو المناضل الذي حمل روحه على كفه للدفاع عن الوطن وكان هو الأسير في سجون الاحتلال التي قضى فيها عشرين عاما يحلم بشمس تشرق عليه وهو يتجول في باحات القدس وأروقة الأخصى نعم سقط يحيى السنوار شهيدا